دي احد الضررات. احد الضررات. طبعا. واللي يزعل يزعل. ايوة هي دي بقى. الله. هي دي. دي احد الضررات. وقلت مش هيعملها. غير هزي اللاجنة. اللي مرادة من المصالح الانتخابين. هي ملهاش فرصة. ملهاش حق الترشح. او محدش هي قد رضت عليها. بالزبط. فتعمل حاجة صح. يحسب له. ازا عليهم انه في التعديلات بتاعة اللايحة. يتمسك بتقليص عدد جمعية. بس بقى. دي اول خطو. اي. اذا الجمعية العمومية في شكلها الجديد. تمام. ما كانتش قادرة تستوعب. الصالح العام. هتبقى مشكلة كبيرة جدا. مهم. والسعاب الصالح العام. بلاش بقى ناخد لستة بحالها. بلاش ناخد واحد. واللي يقول لنا عايز معاه مين. لان لهي نفعة. ادخل بقايمة. اه. بالعكس. ولا تدخل بقايمة. انا خشي بناس. بص يا سيد ابرهيم. مهم. في الاندية تم احتاج تخش بقايمة. لان جمعيتك العمومية كبيرة. اه بس حتى في دي وحدة الفكرة باشواندس. يعني احنا شفنا مجالس كتيرة بتعاني. من العناصر غير متجنسة. ملهاش داعب. ما بتخش بقايمتها الكاملة. اه. انت عايز تفهمني اتحاد الكرة في الفترات اللي فات دول. كان حد يبينجح من برة ما يقل. احيانا بيحصل بعض المشاز. احيانا. في اللي ناس عارفة ان الالتخابات. ثقة الجمعية العمومية. في املاءات اتنين ثلاثة. اه. اتنين ثلاثة بيقولولهم. دي الصح. او ده احنا عايزين كده. بلاش دي الصح. اه. فبيعملوا اللي هم عايزينهم. اه. ثقة الجمعية العمومية ممنوحة لعدد قليل من الافراد. بيدير الامور. سواء هو الاتحاد او برا الاتحاد. اه. طالما انا عندي قدرة ان انا اخش في قناهات الجمعية العمومية. بعندي قدرة للتطوير وجمعية العمومية مش هتزعل مني. اه. اطور بقى. اه. استفيد مندي. دي حاجة مش وحش. اي. الوحش انك ما تستفيدش منها. اي. ثقة الناس فيك. اي. طور من غير ما تعمل حسابات. واصل اللي جاي في العمرة مش شقة دي اللي فات. اه. فحاجة يعني التاريخي يحسب. انا بقول ان تقليس الجمعية العمومية لازم يحسب للجنة. اه. التاريخ هتوقف له. طب اللي حييجي بمعايير الجمعية العمومية في عددها وشكلها وتركبها. الراهن. ملوش دعوه بحسابات انتخابية خالص. وبلاش الحرص على اني اجيب الناس اللي تقول لي اوكي. احيانا. الناس اللي تجادلني. بس تبقى عندها القدرة انها تلتزم بيا. تفتح لزاوية رؤية. يعني كان كابت الصالح يقول ايه. اه. حصل المقف ده معي انا. اه. وانا عدو مجلس واحدة 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 سعين. في دعوان احسن واحدة سعين اتنين وتسعين. اه. اللي هو التكيميل. التكيميلل ده اتنين و reckitto. اه اتنين وتسعين. ب tempsقش مع الكابتن. فيقعد الاعضاء الجدد. حس إن انا طويلت في الحوار مع الكابتن. كان حاجة تخص النشاط الرياضي عندي معلومة وعمال يعني بدافع عن وجهة نظر مش وصلة للمجلس لان المعلومة مش كاملة فبقولهم يا جماعة حطوا المعلومة دي في حسابكم اه وبدأ الكابتن صالح ياخدوا يدي معايا فاحد الاعضاء الجدد بصلوا قالوا عادي قاعدة مناكفة كابتن مناكف هو انت عبتعمل ايه؟ حلو الاداء الصوت ده ها؟ حلو الاداء الصوت ده انت بتعمل ايه يا ابني انا بقى فراح كابتن صالح كفاني الكلام عند التحدي رح بصصله وعمل كده بجدية شديدة جدا وحتى ما كانش مبين ان هو زهقان في الحوار قد مبان زهقان من التعليق اه ايوا سيدي مناكف ومين قالك ان انا مش بحب المناكفين اه بس المناكف ده بقى شوف لما حناخد قرار ضد رأيه اول واحد حيلتزم به اه وتفكر ان انا بنبسط من اللي يقول لي ايوا يا كابتن صح يا كابتن اه اللي عنده حاجة يناقشها يناقشها بمتهى الوضوح والقرار اللي هستقر عليه كله هيدافع عنه اه هو ده اللي انا طالبه مش المناكف عشان انت بتعارض وبتزهل لقدامه عشان تسري عشان تحط معلومات قد تفيد بالزبط بالزبط وهنا القيادة لما تبقى واسخة في نفسها وعايزت تحدث تغيير بتقبل هذا اللي يبدو انه اعتراض لاني انا مش معقولة في كل موقف حابقى معاك مش كل موقف حابقى ضدها ويبقى يبقى مفيش موضوعية صحيح لو انا في كل موضوع حافظه ناكف يبقى انا مش موضوعي طب انا في كل موضوع يا سلام ماشي يا كابتن اللي تشوفه سالبي مش يجابي ومش موضوع مش هساعده ومش هساعد المجلس انا اتمنى يا جماعة مجالس الادارات تبقى مبنية على الحوار والحوار الذي الافكار الافكار والحوار الذي يبدو متشددا يا سيدي ولكن في الاخر لازم ينتهي بالتزام بقرار المجموعة يعني انا هقول لحظك على حاجة اتمنى انه عندما تتضح الرؤية لانه مفيش حاجة واضحة دلوقتي لحين اعتماد لايحة النظام الاساسي بتعدلاتها الجديدة التعدلات اللي هترسل للفيفا في بعض النقاط فيها هتكون حاكمة ومؤثرة في نوعيات المرشحين لانه بند زي بند تعرض المصالح قد يحكب البعض ترجمة نانسي قنقر